مركز الغابة الصحي بولاية أدم يعد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الصحية بمحافظة الداخلية وهو يعكس حرص وزارة الصحة على مد مظلة الخدمات الصحية لتكون في متناول المواطن والمقيم أينما كان على امتداد ربوع الوطن بأن المركز يكون محاذاة على الشارع الرئيسي المؤدي لمحافظة الضفار فبإذن الله سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع للمستخدمي الطريق والتجمعات السكانية الأهلية القريبة من المركز المركز الذي تم تمويل بنائه من قبل شركة تنمية نفط عمان يقسد الشراكة الحقيقية القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم مسيرة التنمية وهو سيعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لقاطني قرى الغابة والحقف وأبوثيلة وبرهان وقارة الملح وغيرها من القرى والتجمعات السكانية التي تبعد نحو 120 كم عن مركز الولاية أدم السابق في الثمانينات والحين قبل المركز نتعالج في عيادة تكر العلم بيديو تنمية نفط عمان ويتعالج مثل الزكمة الحالة البسيطة والأخلاق تقول لك يا الله روح نزوه والله روح أدم عادوا تعرف المسافة اللي من بيوتنا إلى أدم 160 كيلو وأحيانا نزوه والحين الحمد لله رب العالم المركز هذا بيخدم عيالنا وبيخدمنا الروح نحن بجهة العديزة كما واللي يكون مريض واللي يكون حالة تعبانة يكون المركز هذا موجود قربنا بالتنويم وهذا هو سلامة رأسك وطول عمر صاحب القلالة ما قصر الخدمات اللي قدمنا ويجتمل المركز الصحي على عيادات خارجية للرجال والنساء وأقسام للسجلات الطبية والأشعة والمختبر والصيدلة وسيقدم خدمات لرعاية الأموم والطفولة وغيرها من الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية وسيؤدي المركز كذلك دورا مهما في خدمة سالكية الطريق العام نزوه صلالة الحمد لله رب العالمين على كل حال الوضع طيب الحين عن السابق الأول الأول ناس متكلفة في البعد يعني المسافات الطريقة في المريض كان لما يوصل مثل ما تقول يقدر يوصل الدختر تسمع في ناس طاليات بين وسط الدم وبين وسط الغابة صارا حالات يعني مثل ما تقول تكلف المريض أزيد وزيد وما قدرت توصل الحمد لله رب العالمين في الدختر هذا تسمع بيكون شريح أحسن من السابق حمد لله الله طويل عمر صاحب القلالة تسمع ونبال يكون أوسع بكل نواحي قهل مختصة يعني وتتباصل المشاريع الصحية في محافظة الداخلية حيث ستشهد ولاية أدم كذلك تنفيذ مركز البشائر الصحي فيما سيتم خلال هذا الأسبوع افتتاح مركز فرق الصحي بولاية نزوه سعيد بن ذيب الهنائي ولاية أدم